احتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي في المناطق اللبنانية بالجمعة العظيمة وعمت الصلوات والزياحات في الكنائس والأديار في القرى الكافة ففي دير الصليب وسط حضور شعبي وديني لافت أحيات بلدة عين الصفصاف مسيرة درب الصليب في عمل مسرحي جسد آلام السيد المسيح وصولا إلى عملية الصلب أما في بلدة الزغرين فأقامت رعية مار أنتونيوس بمشاركة كاهن الرعية وحجد من المؤمنين مراحل درب الصليب ورفعت الصلوات على نية السلام في لبنان والمنطقة وفي كنيسة مارلياس أنتلياس أقيمت رتبة دفن السيد المسيح وسارت زياحات في باحة الكنيسة بمشاركة حجد من المؤمنين وقد رنمت خلال الرتبة كل من الفنانة رونزا والفرسان الأربعة وإلى كنيسة مار مارون في طرابلس حيث أقيم زياح في الباحة الخارجية للكنيسة وطفى المشاركون على الطريق العام وصولا إلى كنيسة مار مارون واستتراتيل دينية للمناسبة وعلى طريق الشام ترأس ميتروبوليت بيروت وجبيل وتوابيعها لروم الكاثوليك المطران كريلوس سليم بوسترس رتبة دفن السيد المسيح في حضور حجد من الفاعليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وسارت زياحات في باحة الكنيسة بمشاركة حجد من المؤمنين ترجمة نانسي قنقر